اشتركوا في القناة عام 2022 لحاجة العمل ولغرض ضمان تحقيقات وافية وسريعة فقد تم إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية لتختصى بالتحقيق والتصرف في القضايا الخاصة بالاعتداء على الوسائل والبيانات والمعلومات الإلكترونية كما أنه نظرا لخطورة جرائم المخدرات على الأفراد والمجتمع فضلا عما تشكله من تأثيرات ضارة بمقومات الدولة البشرية والاقتصادية فقد تم إنشاء وحدة جرائم المخدرات لتختصى في التحقيق في جرائم المخدرات بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي لملاحقات الجنى من جانب آخر ذكر النائب العام إلى أن النيابة العامة تخطط حاليا للعمل مستقبلا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن بهدف السرعة في الإنجاز وذلك من خلال إنشاء نظام إلكتروني مزود بقاعدة بيانات هذا وفي ختم المؤتمر وجه النائب العام الشكرى لأعضاء النيابة وموظفيها على جهودهم خلال عام 2022 لتخرج أو لتخريج الإحصائية بنسبة إنجاز 98% مؤكدا استمرار النيابة العامة في تطوير أدواتها وتعزيز قدراتها كي تباشر مهامها القضائية المنوطة بها على الوجه الذي يلبي متطلبات العدالة التطوير يكون نتاج الحاجة أو رغبة في التمييز وبالنسبة للنيابة العامة فإن التطوير فيه يكون بتتبع أشكال الجريمة وكل الأدوات الحريثة التي تستخدم في ارتكابها والأثار الضارة التي تأثر على المجتمع ومقومات الدولة ومقدراتها وكما بيّن سعادة الناب العام في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح هذا اليوم فقد بيّن سعادته أن النيابة العامة قد قامت بالعديل من الإنجازات والأمور التطويرية في آليات العمل فيما يتعلق بإختصاصات النيابة العامة وأذكر منها هو إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية وهي النيابة التي تختص في التحقيق في الجرائم الإلكترونية التي تكون عبر الوسائل التقنية والحديثة والتي تكون هي محل لارتكاب الجريمة وعلى سبيل المثال الاحتيال الإلكتروني أو السب أو الهانة أو التعدي أو إلى غير ذلك ترجمة نانسي قنقر